تبتعونوا أنه خبر مهم بقى جدا مجلس العموم البريطاني house of commons آه ده واحد من أهم البرلمانات اللي في العالم بل تقدر تقول أنه ده واحد من أهم البرلمانات الديمقراطية مفترض طبعا اللي موجودة في الحلوة مفترض طبعا اللي موجودة في العصر الحديث المفتي بتاعنا يذهب إلى هناك ويطلق مبادرة تطبيق فتوى برو لخدمة المسلمين في الغرب فعلا آن الأوان أن المسلمين في الغرب يسمعوا الفتوى من اللي بيفهم يسمعوا الفتوى من اللي عارف يسمعوا الفتوى من أصحاب العقول والعلم الحقيقي مش من المتطرفين والمتشددين وما إلى ذلك معنا على تليفون دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أهلا بك يا دكتور سهلا يا فندم وتحياتي ومساء الخير لسيادتك ومساء الخير لمشاهدين الكرام مساء النور يا دكتور يعني طبعا إحنا بالتأكيد سعدة بوجود فضيلة المفتي هناك في لندن وفي مجلس العموم وأنه يتم إطلاق هذا التطبيق المتعلق بالفتوى للمسلمين في الغرب أنه يبقى بقدين بعقول مصرية بروح مصرية بفقه مصري لو صح التعبير بس هسأل برضو التوقيت ده دكتور ليه ليه مش قبل كده وليه مش بعد كده والحقيقة زيارة فضلته للمملكة المتحدة جاءت يعني جاءت دعوة منذ فترة دعا البرلمان مجلس العموم مجلس اللرطات فضلته لزياراتها وللحوار والتنقص منذ فترة إلى أن فترة كورونا جاءت فحصل برضو تواصل بين فضلته وألقى لقاء حواري رائع وأجاب على كثير من الأسئلة عبر التطبيقات الزكية وبعد كده لما أطيحت الأجواء وعادة الحياة جاءت تكتيب هذه الفضلات وتكرر الطلب مرة أخرى وألقى اليوم فضلته هذه الكلمة التاريخية أمام مجلسي العموم والرطات البريطانية عظيم جدا بتعتقد دكتور أهمية وجود العلماء الكبار زي فضيلة المفتي وغيره من علمائنا وبين قسين زي ما أنا كده قلت قبل كده إلا وجود الفقه المصري في الغرب أهمية ده إيه يا فن والله هو عدة أمور فضلت المفتي اليوم تكلم عن همية التواصل التواصل واللي هو تبادل وجهة النظر اللي هو الحوار اللي هو الإجابة على الأسئلة والحمد لله يعني إحنا مثلما نتكلم عن المصر والتدين المصري والمؤسسات المصرية كلها وكذلك المؤسسات الدينية المصرية فإحنا بنتكلم على شيء ضارب في التاريخ بيستمد قوة شديدة قوية جدا تستطيع الإجابة والحوار في على الأسئلة المعصرة وتصل إلى الإقناع وإلى القلوب عبر العالم نحن محتاجوني فالسر إن إحنا محتاجين للتواصل وشيء آخر مهم لابد إن إحنا ناخد بالنا منه وهو أن للأسف المتطرفون حاولوا أن يسترقوا منابر كثيرة عبر العالم خصوصا مثلا الجماعة المسمى جماعة الإخوان المسلمين فإحنا عبر التواصل وعبر الحوار وما يتم من الإجابة عن الأسئلة وأداء هذا الواجب وخصوصا أنا أذكر أني فضرة المفتي وعلى هامش المحاضرة اليوم تم توزيع توثيق لأرشيف للعنف الذي يتم عبر هذه الجماعة أرشيف لتاريخ العنف فيها باللغة الإنجليزية لسادة أعضاء مجلس العموم واللغات البريطانية جميعا هذا سيوضح أننا في سبيل الدعوة للوسطية الدينية نبز العنف وبالتالي تصحيح صورة الإسلام تصحيح صورة الوطن لدى فيه أذهان الناس جميعا عظيم جدا مشكورك جدا لدكتور خالد كل الشوك من دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قبل الفاصل وقبل أن نلتقي زي ما بلوكم كده بمطربطنا العربية التونسية العالمية أمال مثلوثي عايز بس أقولك حاجة على خلفية وجود فضيلة المفتي في مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني أنا أفتكر مجرد طرح يعني أن الأوان إلى أنه يبقى فيه عندنا علماء ومفكرين أزهريين كانوا أو غير أزهريين ده بالمناسبة سهل أنه يتعامل مش سهل قوي سهل أنه يتعامله تنصيق مع كبريات الجماعات اللي موجودة في الدنيا يعني يعني يكونوا موجودين هناك في هذه الجماعات مش بس لأجل التدريس يعني التدريس ده قصة تانية لكن على الأقل لعقد ندوات ومناقشات وبعض المحاضرات من وقت إلى آخر عايز أشوف تاني الفقه المصري ما بين قصين كده ويا سلام سلم لو كان فقه الليث بن سعد بالتحديد يعني بالتحديد وبالأخص وبالضرورة كمان يبقى موجود في كينجز كولوج يبقى موجود في أوكسفرد يبقى موجود في كيمبريج يبقى موجود في جامعة برلين يبقى موجود في السوربان باغي دو يبقى موجود في هارفردز يبقى موجود في يال يبقى موجود في ستانفرد إلى آخره ولازم نبقى موجودين بكسافة لازم نبقى موجودين بكسافة كسافة وفاعلية مش السفر لأجل السفر ولازم وإحنا رايحين نبقى رايحين وإحنا مش بس جاهزين لأن أنا عارف إنه ممكن تبقى العقول جاهزة لكن نبقى جاهزين كمان بإن إحنا عندنا كملة بأسة بي على الإطلاق من المؤلفات المترجمة بالإنجليزية يعني من العربية للإنجليزية من العربية إلى الفرنسية من العربية إلى الألمانية من العربية إلى الأسبانية وهكذا لازم يبقى فيه تعاون مع دور النشر العالمية سواء إذن اللي كانت بتشتغل ديجيتل أونلاين أو اللي بتشتغل بالشكل العادي إنه على الباعة والمكتبات لازم تبقى هذه المؤلفات موجودة ولازم يبقى فيه مؤلفات أيضا مبسطة وسهلة طيب رايحين لمن؟ هل إحنا رايحين بس للمسلمين اللي موجودين في أوروبا والأمريكا والأستراليا؟ إحنا رايحين للإنسانية وليس بغرض الدعوة ولكن بغرض إن الناس تعرف إحنا مين؟ خد بالك إنه كثير جدا مما يكتب عنا إن لم يكن أغلبه فضيع عنا مين؟ عنا المسلمين بشكل عام بل إن أنا فاكر كويس جدا إن أنا مرة حضرت محاضرة وكان المحاضر فيها بيقول مش من المنطقي أو غير المعقول على الإطلاق إنه تقريبا عشرين في المية من مسلمين العالم يزعجون كل العالم عارف كان يقصد مين؟ يقصد المسلمين العرب احنا تقريبا 20% من اجمال الكتلة المسلمة في العالم فهو شايف ان المسلمين العرب اللي هم تقريبا 20% من المسلمين العالم يقومون بازعاج العالم ده تصوره هو مش قدري فهم انه لا مش احنا اللي بنزعج العالم اللي بيزعج العالم هو الارهاب هو التشدد هو التطرف واللي خلق التطرف والتشدد والارهاب هو الغرب ده هم اللي خلقوه وهم اللي كبروه وهم اللي نفخوا في هذه الجزوات حتى تشتعلوا نيرانا وهم اللي مولوه وهم اللي دولوا سواريخ استينجر بموافقة برلماناتهم ومجالس عمومهم ومجالس نوابهم وكونجرسهم ومجلس شيخهم علشان يعودوا يحاربوا في أفغانستان هم اللي مولوهم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا هم اللي ضربوهم في أكاديمياتهم بالمناسبة لكن هذه الصورة ليست هي الصورة الرائجة الصورة الرائجة هي نحن اللي وحشين أنا الأوان نروح طيب